موسيقى موسيقى هذه الأغنية مختلفة عن الأغنية الوطنية لأنك فيها المفردات إذا بدك العنطرية والمواقف البطولية لا، هذه حقيقة صارت للأسف كل الناس عيشة بضيئة وعم تمرق بضيئة وبدأ حج خلاص وبدأ تخلص من هاللي نحن فيه بتشوف بعيون الناس بكل بعيون كل الناس في ملل في قرف وللحقيقة إذا بدك مش بيقي إلا مش قادر يروح الحقيقة ما فينا نخبيها الوضع السياسي المقزوم والوضع الاقتصادي المقزوم والوضع الأمني اللي هيك بتحس حيلك عطول مشدود بتحس حيلك ما إنك بأمان خليني أعمل هيدا الغنية حبيت إحكي حالي عيشينا يعني هيدا الواقع نحن يمكن بالعمق جوا هيدا بالآخر بلدنا وهيدا وطننا وحبين نضل بس حتى نضل كمان فيها على قليلة قدنا مقومات إنه يقدر الإنسان يعيش فيها ويقدر يستمر فيها بهيدا المجتمع موسيقى موسيقى صارت الناس مش قادرة على التغيير التغيير بطل بأيد الناس صارت تغيير بأيد الطبقة السياسية وصارت الناس من خلال وضع الاجتماعي والاقتصادي صارت مجبورة إنها تكون مسيرة ومش مخيرة يعني ناس كتير بتشوفهم بكل الكتاعات يعني إذا عندك ولد بتخرجه وبتعلمه وتتكلف علي مدري قدي إذا ما كنتش مسنود من زعيم أو من سياسة معايا ما فيك تلاقيه وظيفة لإبنك صارت الناس مسيرة مش مخيرة خارجيا أو داخليا أو شيء وكله هالمردود السلبي بيجي على الناس وعلى هالطبقة اللي نحن منها يعني صار لازم بقى إنه هالطبقة السياسية تفكر بالمواطن تفكر بقيمة هالوطن اللي نحن منشوفه كتير كبيري ومنعتبر إنه هيدا لبنان يقطعة سماء مظبوط بس بالآخر سماء ما فيها ملاكة وما فيها إلا عفريط وما فيها إلا جان بتكفر وبتهرب منها ولو كانت قطعت سماء يعني حتى لو أجا رئيس جمهورية اسم معايا يعني إذا بدك ما بيعتقد أنا عنده الصلاحية والطاليق اليد إنه يقدر يغير ويقدر يعمل بلاقي أنا إنه الأسماء اللي بتخلق يمكن شوية ثقة وشوية أمان عند الناس بشوف أنا ميشيل عون رئيس جمهورية وسعد الحريق رئيس حكومة ومصيبة إذا فلينا ومصيبة إذا ضلينا حرقنا كل شي بيدينا وخسرنا البلد بلدنا 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 يا بلد بلدنا يا بلد من تابع نشرتنا مع البانوراما الفنية وفية الحرب اشتعلت من جديد بين أصالة وهيفا وهبة يسرى تحذر من التحرش الجنسي اللي هدفه تدمير المجتمع المصري وريكي مارتن اختار بيروت لقضاء إجازة بعيدا عن الفن اشتركوا في القناة بعدما هدأت الأمور بين أصالة نصري وهيفا وهبة إثر خلاف سابق عاد الوضع ليشتعل من جديد بعدما صرحت أصالة قبل أيام في برنامج ترتتا أن هيفا لا تعرف الغناء وستبقى كذلك وكلها على بعضها ضريفة ولكن ليست مغنية بل يليق بها أي شيء آخر غير الغناء الأمر الذي جعل هيفا وهبة ترد بعدما قام محبوها بشن هجوم على أصالة وعلقت هيفا كاتبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصالة فاشلة صرحت الممثلة المصرية يسرى أن زيادة معدلات التحرش والاغتصاب في مصر خاصة ضد الأطفال هو جزء من المؤامرة ضد مصر وتستهدف المرأة كجزء أساسي من المجتمع المصري وجاء كلام يسرى خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام للنساء مصر لمواجهة التحرش والعنف ضد الأطفال حيث أكدت أن زيادة هذه التحرشات هدفها تدمير المجتمع وأن الرقابة من قبل الأسرة على أبنائها مهمة وهي تكاد تختفي وعلينا أن نضمن جيلا يتربى على هذه الأخلاق ليكون بعيدا عن آفة التحرش اختار النجم العالمي ريكي مارتن أن يقضي إجازة قصيرة في لبنان الأمر الذي فاجأ البعض ومن المتوقع أن يصل المغني العالمي إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة لتمضية عطلة استجمام بعيدا عن عدسات المصورين فهذه الزيارة ستكون من دون تغطية إعلامية ومحاطب السرية لأنها لا تتضمن أي عمل فني لريكي مارتن بل هي زيارة شخصية ومن المتوقع أن ينزل ريكي مارتن في فندق فينيسيا وتعكف بعض الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان راحته وسلامته هذه كانت موضعنا وأخبارنا بنشرتنا للليلة تصبحوا على خير